بعض النساء يشعر بإفرازات غير عادية من المهبل بعض الرجال يشعر بإفرازات من القذيب أو من المستقيم في حالات الرجال الذين يمارسوا الشذوذ النساء تعاني من ألم في البطن أو نزيف أثناء أو بعد ممارسة الجنس والنزيف ما بين الدورة الشهرية بعض الرجال أيضاً يعاني من ألم وتورم في الخصيطين لكن معظم الحالات تعاني من ألم أثناء التبول أيضاً مهم جداً بالنسبة للكلاميديا أن نحن نعرف هل هذا مرض خطير أو لا هو خطرته أن أساساً لا يبنشي أو صعب اكتشافه وبالتالي في معظم الأحوال وخصوصاً عند السيدات لا يتم اكتشافه في بعض الأحيان عند السيدات حكة في المهبل ألم في الخوض نزيف بعد ممارسة الجنس كل هذه الأعراض تلفت نظر السيدات أن يمكن أن يكون هناك التهابات وبالتالي الدكتور يشك أن تكون لديها كلاميديا وبالتالي يفعل الاختبارات والفحوصات اللازمة